تزامنا مع احتفال العراق بذكرى الانتصار على داعش يرى خبراء ان التنظيم لا يزال يشكل احد اكبر واهم الاخطار المحدقة بالعراق حتى بعد خسارته للارض التي سيطر عليها في العراق وسوريا خاصة بعد تمكنه من توجيه ضربات قوية طالت المناطق التي كانت خاضعة لسيطرته بين عامي 2014 و2017 حيث سجلت عشرات الهجمات التي استهدفت في معظمها النقاط العسكرية للقوات الامنية من الجيش والشرطة والحجد الشعبي في مناطق متفرقة وهو ما يستدعي وفق خبراء بقاء قوات التحالف الدولي لمساعدة العراق في التخلص من بقايا جيوب داعش عمليات الارهابية الاخيرة التي شنها تنظيم داعش الارهابي في مناطق الفراغ السكاني تؤشر على أن تنظيم داعش الارهابي يعني يمارس حرب العصابات بشكل واضح يحتاج إلى دعم ووجود مستشارين من قبل التحالف الدولي لتدريب القوات المسلحة العراقية والارتقاء بقدراتها ومستوها واستعدادها القتالي إلى مستوى يكافئ جيوش المنطقة أو على الأقل الدول الأقليمية المحيطة بالعراق وما بين مقلل من خطر داعش أو مبالغ به يبقى هذا التنظيم يشن هجمات متفرقة هنا أو هناك تستهدف العراقيين الأبرياء الذين يأملون أن يتم استئصال هذا المرض الخبيث من أرضهم وإلى الأبد